موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها السيجارة الإلكترونية هوس متزايد لدى المدخنين ودراسات علمية متضاربة حول مدى تأثيراتها الضارة إذن هل جربتم السيجارة الإلكترونية وما هي مخاطر هذا النوع على الصحة؟ في انتظار أسئلتكم وتعليقاتكم عبر صفحتين على فيسبوك وعلى تويتر فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستجرام شاركونا مدخنون يعتقدون أنها أقل ضرراً وآخرون يعتبرونها أكثر مسايرة للعصر دراسات متناقضة حول تأثيراتها على الصحة ومؤشيرات حول تنامي مبيعاتها في الأسواق فهل تعد السيجارة الإلكترونية خطوة على طريق التوقف عن التدخين أم هي وهم لخداع مدخني السجائر التقليدية؟ وكيف يمكن تكثيف حملات التوعية للإقلاع عن هذه وتلك؟ السيجارة الإلكترونية يراها البعض بديلاً جيداً للتدخين التقليدي للتبغ أو الأرجيلة حيث إن السجائر التقليدية تحتوي على ما يقارب من أربعة ألاف وتمانمائة مادة سمة مصرطنة أحسن حاجة هذوك معنا واحد كان يكثروا منهم ويرخصوهم شوي خلل الناس كلها تولي تستعملهم ولكن ما هي السجارة الإلكترونية؟ هي عبارة عن جهاز إلكتروني يعمل بالبطاريات يقوم بتبخير العصير الإلكتروني بداخلها لينتج بخاراً كثيفاً يشبه دخان السجائر التقليدية إلا أنها لا تحتوي على ثاني أكسيد الكربون بعضها يحتوي على نيكوتين والبعض الآخر خالم من النيكوتين ويعتبر تدخين السجائر الإلكترونية مرحلة تسبق الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي إلا أنها أيضاً لها أضرارها يقدم عليها على خاطر يرى كونها أقل زرر لكن شهرين تلازل استعمالها هي نفس الحكاية المحصوبة لا خلافة على أن التدخين في كل صوره مؤذن ومضر بصحة الأفراد المدخنين بل والمحيطين بهم عن طريق التدخين السلبي والسجارة الإلكترونية لا يستطيع مرضى الرب والاكتئاب والحوامل والأطفال أن يستخدموها وسواء كانت تدخين تقليدياً عن طريق السجائر والشيشة أو إلكترونياً عن طريق السجارة الإلكترونية ففي كل شر والحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الستوديو الدكتور محمد الدسوي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة المنصورة بمصر أهلا بك دكتور أهلا بك وننوه مشاهدين إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر صباح الخير دكتور سأبدأ معك في البداية بشرح مبسط حول السجارة الإلكترونية للذين لا يعرفون ما هي سجارة وكيف تعمل بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشكر لأسرة البرنامج تناول مثل هذه الموضوعات الهمة ولقناتنا الرائدة في هذه الموضوعات التي تتعلق بأهم ما يملك الإنسان وهي صحته السجارة الإلكترونية ببساطة شديدة تم اختراحها في الصين من قبل صيدلي صيني يسمى هونليك وهي عبارة عن إيه ببساطة شديدة عبارة عن جهاز أشبه بالسجارة العادية يمكن أكبر في الحجم يتكون من بطارية الفولت فيها بيدي من 3 إلى 6 تقريبا وموجود داخل الجهاز ما يسمى بالعصير الإلكتروني هذا العصير الإلكتروني يحتوي على مادة النيكوتين بدرجات وبنسب مختلفة وأحيانا لا يحتوي على مادة النيكوتين بتتصل هذه البطارية بما يعرف بمحول صغير أو فتيل بيبخر هذا العصير ليستنشقه المدخن بعد ذلك فبالتالي بيأخذ مادة النيكوتين اللي هي المادة الأساسية اللي بتسبب بالمتعة بالنسبة للمدخن أما باقي العصير فلا يحتوي إطلاقا على أي مواد أخرى كالتي توجد في السجارة العادية احنا عارفين أن السجارة العادية فيها أكتر من 4000 مادة كيموية منها حوالي أكتر من 70 مادة مسارطنة هذه المواد المسارطنة طبعا فيه من ضمنها كمان أو الأكسيد الكربون واشتعال السجارة العادية بيؤدي إلى خروج ثاني أكسيد الكربون ما يميز السجارة الإلكترينية أنها بتحتوي على مادة النكتين فقط كما عشرنا وبالتالي لا ينبعث منها رائحة لا ينبعث منها رماد لا يوجد فيها مادة مهمة جدا وهي مادة القطران اللي هي بتعتبر على رأس المواد المسارطنة فبالتالي الرائحة الكريهة أو الرماد المنبعث منها لا يوجد لا تسبب أضرال للمحيطين وهو ما يعرف بالتدخين السلبي أو التدخين اللا إرادي مأمونة إلى حد ما بالنسبة إلى الحرائق وحدوث الحرائق كما يحدث في السجارة العادية ولكن لا خطورة أيضا في أن قد تنفجر البطارية في أي وقت وتحدث طبعا ضررا بالغا بالمدخم دي فكرة سريعة كده عن السجارة الإلكترونية إذا عدنا للدراسات دكتور يعني هناك دراسات العلمية كانت متناقضة حول هذه السجارة منهم من قال أنها أقل ضررا من السجارة العادية ومنهم من راح إلى أنها أكثر ضررا هذا التضارب بين هذه الدراسات ما سببه؟ سبب هذا التضارب أن عمر السجارة الإلكترونية قصير فهي اكتشفها كما قلنا الصيدالي في سنة 2003 عمر الاختراع عمر الاختراع الاختراع بدأ في 2003 في الصين كما قلت وأخذت براءة اختراع على مستوى العالم في 2007 وبدأت تنزل في الأسواق في 2007 ليس في كل دول العالم فهي موجودة في أمريكا بتبع في أمريكا بتبع في أوروبا في المملكة المتحدة وفي النمسا في هولندا في تركيا في بعض الدول العربية زي مصر في لبنان في بعض الدول الخليج في المنطقة اللي احنا بنعيش فيها وبالتالي استخدامها على المستوى العالمي ليس في كل دول ده رقم واحد رقم اتنين عمرها أقل من عشر سنوات وبالتالي أنا عشين أقيم اختراع جديد سواء في مجال الطب أو في غير مجال الطب لابد أن يمضي عليه فترة كافية لتمام الدراسة ولأن يكون البحث حيادية وبالتالي علشين أقول أن هي أقل ضررا أو أكثر ضررا لابد من إجراء دراسات متعددة على قطاع ضخم جدا من السكان حتى تبين في النهاية الأسلوب العلمي الأمثل وتثبت الحقيقة وتوجد التوصيات المعروفة بالتوصيات أمهات الكتب فبالتالي بعض الدراسات مثلا بتقول أن هي 95% أكثر أمانا من السجارة العادية بعض الدراسات الأخرى في المقابل بتقول أنها بتحدث نفس الأسار السمية نفس نسبة السرطانات الموجودة بل في المقابل أيضا تسبب إدمانا أكثر في بعض الحالات التي تستخدمها على غير المفهوم لأن المفهوم أن المادة النوكوتين قد تتلاشى تماما من السجارة الإلكترونية أو بنسب مختلفة ومع ذلك وجدوا في بعض الدراسات خاصة في الشباب وصغار السن أنها تحدث تأثير إدمان أكبر وبالتالي تضارب هذه الدراسات يرجع إلى نقطتين أساسين نحن محتاجين دراسات على مستوى العالم عالية جدا محتاجين أن نحن يبعدد كبير جدا من مستخدمة الدراسة الإلكترونية ثم بعد ذلك نستطيع وبحياد علمي أن نقول أنها أقل ضررا أم أكثر ضررا دكتور هذا الصراع ليس هناك أيضا دور للصراع بين شركات التبغ وشركات تصنيع هذه السجارة الإلكترونية وبالتالي يؤثر على الحملات الإعلانية والتسويق لمثل هذه السجارة وشركات التبغ نعم أعتقد أن الصراع الاقتصادي هو الذي يتحكم في كثير من الأمور العالمية حتى يسيطر على بعض الدراسات العلمية نعم نعم يعني أنا هدي إحصائية بسيطة جدا بتقول أن في سنة 2014 بلغت مبيعات السجارة الإلكترونية 7 بليون دولار على مستوى العالم في 2014 إذن مبلغ ضخم جدا بالطبع هقول إحصائية تانية أن في إنجلترا كان في 2012 مستخدم السجارة الإلكترونية حوالي 700 ألف بعدها في سنتين في 2014 وصل إلى 2.6 مليون السجارة الإلكترونية وصلت لمبلغ 7 المستخدمين في المملكة المتحدة فقط في المملكة المتحدة في المملكة المتحدة فقط بدأت في 2012 ب700 ألف وصل في 2014 بعد سنتين إلى 2.6 مليون ده في دولة واحدة يعني أكثر من الضعف تزايد نعم نعم وبالتالي هناك استخدام كثير جدا وهناك انتشار وبالتالي الشركات المنتجة تحاول أن تروج جاهدة أنها أقل ضررا في المقابل شركات التدخين العادية تحاول أن هي تثبت عكس ذلك لدرجة أن بعض الشركات انتاج السجارة العادية بتشتري دلوقتي تصنيع السجارة الإلكترونية كنوع من التحكم الاقتصادي ولكن تبقى الكلمة في النهاية إلى الأبحاث العلمية علشان كده منظمة الصحة العالمية في 2016 لم تستطع إلى الآن أنها توصي باستخدامها كبديل للتدخين العادي وإنما كوسيلة مساعدة فقط في الطريق إلى التوقف عن التدخين لابد أن لا نختلف عن السجارة الإلكترونية أو السجارة العادية والتدخين بشكل عام هو ضر إذا أخذنا اسم مخاطر السجارة الإلكترونية كي لنكون حياديين ونعطي أيضا سلبيات هذه السجارة المخاطر على رأسها أنها ما زالت بتحتوي على مادة النكوتين وهي المادة الضارة الموجودة وهي المادة الضارة والتي تحدث إدمان ولكن بصورة أقل وبصورة نستطيع التدرج معها ثم كما قلت بعض الأبحاث أثبتت أنها تؤثر على جهاز المناعة في الرئة وتؤثر أيضا على إحداث خلايا سرطانية في الرئة هذه الدراسة أجريت على الفئران وتم نشر هذه الدراسة وبالتالي ليست مأمونة بدرجة كبيرة ولا نستطيع أن نعمم هذا التأمين وإنما كما قلت هي خطوة من الخطوات أحب أن أنوه أن في المملكة المتحدة في إنجلترا أوصوا الأطباء كممارس عام أنه يبدأ يوصف السجارة الإلكترونية في حالتين الحالة الأولانية عدم استجابة المدخن لوسائل استعادة النكوتين اللي هو لبان النكوتين أو لازقة النكوتين أو استنشاق النكوتين إذا استجاب المريض خلاص إذا لم يستجب المريض ممكن أن ألجأ إلى السجارة الإلكترونية أو السبب الثاني أن شخص مدخن ولا يستطيع التوقف وبالتالي إحنا ممكن ننصحه أنه يبدأ يستخدم السجارة الإلكترونية كوسيلة مساعدة للإخلاق وليست بديلة وليست بديلة عشان كده فيه توصية مهمة جدا أنه لا ينصح بها ولا يجوز استخدامها في الشباب تحت سنة 18 سنة ولا في الحوامل ولا في أصحاب الأمراض المزمنة أمراض الصدر المزمنة أو أمراض القلب لا يوصى بها إطلاقا نعم ونعونا نذكر مشاهدين أنه يمكنكم اتصال بنا عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة ومعنا عبر الهاتف علي من قطر السلام عليكم علي عليكم السلام الرحمة صباح الله صباح الخير علي هل أنت مدخن للسجائر الإلكترونية أم السجائر العادية صحيح ومش تدخين في السجائر الإلكترونية بس أنا من مستخدمين ومثل محتضل الدكتور ساعدتني في الإقلاع عن السجائر العادية لا تعتبرها تدخين علي ما هي مش تدخين لأننا فيها عملية احتراق خسيط كيف توجهت إلى السجائر الإلكترونية هل كنت مدخن عادي وكيف نجاءت الفكرة أن تتجه إلى السجائر الإلكترونية والله مثل ما أنت قلت يعني في البداية أنا كنت مدخن عادي لكن أتناق دراستي في الخارج بديت أقرأ عنها وبدأت أشوفها رحت أبحث فيها وتواصلت أنه بالعكس ممكن تساعدني في تخفيف من الضرار الصحي وبس يعني ضرحت المحلات قاعدت أشوف الأشياء المعروضة ونقيت اللي ناسدني طب كم المدة الآن أنت تدخن هذه السجارة علي؟ أستخدم السجارة هذه تستخدم السجارة سنتين طبري طب هل استخدمت السجارة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين يعني مدة سنتين لم تكن كافية لأن تقلع عن السجارة عن التدخين العادي وأن تتوقف عن استخدام السجارة الإلكترونية أيضا؟ لا ممتاز بالحق سؤالة شيء ممتاز جدا لكن نحن الآن لازم نحدد الفرق بين الإقلاع عن التدخين أو الإقلاع عن النكتين نعم فاهمي عليك أنا الآن أعتبر نفسي مقلع عن التدخين أنا آخر مرة مسكت سجارة من سنتين عرفتي؟ لكن أنا النكتين بالنسبة لي يعني أشوف أنها حاجة تساعدني في عياتي اليومية خصوصا يعني بعد الدوامة بعد الشجر أرجع البيت أحب أريح شوي صاهم الأقصد نعم وصح يعني فترة طويلة نزلت في النكتين لمستوى الصفر لأن أنت عندك صائل يحتوي عن النكتين في كده مستوى نزلت للصفر نكتين واستخدمت فترة طويلة بدون أي يعني بدون ما أرجع للسجارة العادية نعم ابقى معنا علي سنأخذ رأي الدكتور في هذا الموضوع أيضا السيد علي أقلع عن التدخين وأصبح يستخدم يعني ولا يحب أن يسمى أيضا أنه يدخل سجارة إلكترونية وإنما استخدام للسجارة الإلكترونية هل هذا يعني يعتبر يعني أسلوب آمن استخدام فقط السجارة الإلكترونية بالإقلاع عن التدخين العادي هي كما قلت وسيلة مساعدة يعني هو فعلا محق تماما أنه أقلع عن التدخين ولكنه لم يقلع عن النكتين نعم ولكن هو باستطاعتي أنه يبدأ يقلل تركيز النكتين في مادة العصير الموجودة في السجارة الإلكترونية حتى يصل إلى درجة السفر وبالتالي سيبدأ نوع من التدخين فقط كنوع من العادة من العادات ثم يتوقف عنها بعد ذلك لأنني أنصح أن برضو لا نعتبرها وسيلة آمنة بنسبة 100% ولكن لا أضرره ولا مخطره اللي قد تظهر بعد سنوات على المدى البعيد وبالتالي التدخين هو التدخين وأنا أوصي كل مدخن أنه تكون مرحلة من المراحل سيكون فيه اعتقادي وحافظ له أن يتوقف في وقت ما كلما كان أسرع كلما كانت الفوائد أفضل سيد علي يقول أن نسبة النكتين وهذا ما يهمه انخفضت في جسمه بسبب السجارة الإلكترونية ولكن نذكر بمخاطر السجارة الإلكترونية ما عاد عن النكتين يعني بغض النظر عن النكتين الذي انخفضه ما المضار الأخرى للسجارة المضار الأخرى للسجارة أنه ده نوع من التدخين أيضا لازم يصل المستوى إلى صفر ما يبقاش فيه نكتين إطلاقا وبالتالي باقي المواد الموجودة في السجارة هي عبارة عن مادة الجليسرين عبارة عن بعض أنواع الكحولات عبارة عن مادة البروبيلين جليكول ودي مواد بسيطة ما فيش منها أي ضرر نعم إحنا هدفنا في النهاية أن نصل إلى لا نكتين نعم سيد علي يعني عندما تستخدم أنت السجارة الإلكترونية وتسمع أيضا عن مدار هذه السجارة هل تستمر في استخدامها أو تنوي بعد مدة أن تتوقف أيضا حتى عن استخدام السجارة الإلكترونية أول حاجة أحب أحيي الدكتور على صراحته ونزاهته في الكلام لأنه على عكس معظم اللي أنا سمعتهم خصوصا عندنا في المنطقة دائما ينتقدون لكن الدكتور أنا حييت أن كنت أتكلم بشكل علمي أما بالنسبة لسؤالك أنا أحب أقولك أن أنا نزلت في مستوى من 6% إلى 3% وإن شاء الله في المستقبل قريب أني أكبر لكن أنا حاليا ما أشوف أنه عندي سبب لأنه بنتكلم بالأم أنا عملت تحليل 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 لان كباسيتي عندنا في قدر نعم سويتها بسنة قبل أن أستخدم الإلكترونيك سيقرات أو البيبرايزر سويت التحليل وصفرت رح تكمل دراستي وهناك لما قطعت الزقارة العادية وجيت على المبخرات أو الإلكترونيك سيقرات رجعت وعملت التحليل مرتانية لأنها كانت متطلب من المتطلبات التي أنا حساج أنها سويها وتفجأوا أن هناك 20% زيادة في ساعة وأداء وضاعف الرأي يعني هل هذه الزقارة لها مخاطر أكيد 100% أي حاجة تدخل الرأي غير الهواء العام أكيد فيها مخاطر لكن المخاطر بالنسبة لي أنا شبه معجومة لأنني استفت منها شخصيا طب علي مدام تتعرف أن هناك مخاطر للسجائر الإلكترونية وتستمر في تدخينها لماذا هذا الضرر الذي يدخل إلى الجسم وإن كان أقل كما تفضلت من السجارة العادية ممكن نسأل سؤال الطريقة ثانية إذا الواحد يعرف أن النقدونز ولكن تاكي مضرب الصحة ليس يروح يأكل من عندهم صح؟ يعني في النهاية الواحد يسوي الحاجة اللي هو حب أن يسويها لكن أهم شيء أن الخطر المتعلق بهذا النشاط ما يؤدي إلى مراحل أو إلى أمراض مستعصرية شكرا لك علي على هذه المشاركة بالعودة إليك دكتور فعلا هذه السجارة أصبحت منتشرة ومتنامية وحتى في عالمنا العربي بغض النظر عن دراسات في أوروبا هل تعطي هذه السجارة راحة نفسية للشخص المدخن بأنها أقل ضررا وبالتالي الاستمتاع بتناولها من غير أي أن تكون هناك عقد نفسية أن هذه السجارة مضرة للصحة؟ نعم هذا هو الدافع لكسرة الاستخدام ولزيادة المعدل أن المدخن يعتقد أنها آمنة تماما وبالتالي هو يستمتع بالنكوتين لأن مادة النكوتين هي التي تحدث الاستمتاع بالنسبة لخلايا المخ المختلفة وبالتالي هو يستمر فيها ولكن كما قلت أننا دلوقتي محتاجين دراسات طويلة الأمد محتاجين أن هناك بعض أمور خفية لم تكن معلومة بالنسبة للأبحاث الطبية قد تظهر مستقبلا وبالتالي دائما نحن القاعدة الزهبية في الطب الوقاية خير من العلاج وإذا كانت دي مرحلة انتقالية فلابد كباقي المراحل الانتقالية النجاح أن لا تستمر وأن لا تطول وإلا بالتالي تتحول من انتقالية إلى مرحلة دائمة وهنا يكمن الخطر لأن بعض الشباب يلجأ إلى السجارة الإلكترونية كنوع من التسلية نوع من تجربة الجديد ثم يستمر فيها بعد ذلك وهنا مكمن الخطورة دعنا نؤكد دكتور على نقطة تطرق لها السيد علي أيضا أنها أقل ضررا من السجارة العادية وهنا نؤكد على أن الدراسات لم تؤكد أو لم تثبت ذلك علميا حتى الآن على أنها أقل ضررا من السجارة العادية وبالتالي لا يشجع عليها ولا ننصح بها نعم نعم نحن ننصح بها في حالتين كما قلت حالة الأولانية أن المدخن لم يستجب إلى مواد استعادة النكوتين في الجسم وبالتالي موجود قادر يبطل التدخين وبالتالي تكون مساعدة لفترة معينة للإقلاع عن التدخين بالضبط هي كوسيلة مساعدة الحالة الثانية أن يكون المدخن بيعتمد ويدمن السجارة العادية بصورة كبيرة وبالتالي أنا أقدر أدهاله برضو كنوع من الوسيلة المساعدة التي تساعده على الإقلاع بالصورة التدريجية عن السجارة العادية وبالتالي في مرحلة من المراحل يستطيع أن يتوقف تماما لنأخذ الحذر ولنأخذ مبدأ الوقاية خير من العلاق هنا نتطرق إلى ناحية مهمة أيضا وهي مخاطر هذه السجارة الإلكترونية على غير المدخنين وخاصة الصغار السن والذين لا يدخنون ويودون تجربة هذه السجارة والاعتماد عليها واستخدامها كما تفضل السيد علي عايزين نأسم إلى مجموعتين المجموعة الأولانية أن الأضرار السلبية أو التدخين السلبي تكاد تكون منعدمة مع السجارة الإلكترونية لأن لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون ولا المواد المسلطنة الأخرى التي تحرق في التدخين العادي وبالتالي البعض بينصح بها لأن أضرارها على المحيطين والمخالطين تكاد تكون منعدمة أو لم تثبت إلى الآن أما بعد ذلك أضرارها على صغار السن اللي ممكن يبدأوا بها فهي ممكن تحدث لهم إدمانا وفي بعض الدراسات كما قلت أثبتت أنهم أكثر إدمانا من السجارة العادية لأن هناك نتائج متضاربة هناك أبحاث تقول أنها تساعد هناك أبحاث أخرى تقول أنها تحدث إدمانا أكثر في صغار السن وفي إحدى الدراسات أو إلى دراستين تطرقت إلى أن بسبب انعدام الرائحة من السجارة الإلكترونية تعتبر جاذبة للمدارس الثانوية والمراهقين بحكم أنها لا تنشر كما تفضلت الرائحة والدخان الرائحة في المدارس هذا يعتبر ربما من أكثر المخاطر أيضا لهذه السجارة؟ نعم لأن عدم اكتشافها يؤدي إلى أن دايما القعدة في الإنسان الممنوع مرغوب وبالتالي طالما لم تكتشف في المدارس أو في البيت فبالتالي سيأمن الطفل أو يأمن المراهق من أي عقوبة من المعقوبات فيندفع فيها أكثر وهنا يكمن الخطر ولا بد أن نتنبه لذلك فهي ممكن تبقى ميزة في بعض الأحيان وعيب في المقابل في المقام الآخر نعم طب بالنسبة إلى الناحية النفسية وناحية هل تعتبر مسايرة للموضة خاصة أنها عدة نكهات وتصدر روائح ذكية بعض الأحيان؟ كل ما هو جديد بيحاول الإنسان أن يجربه رقم اثنين أن ليس لها رائحة كريهة بل على العكس هناك بعض النكهات نكهات الفواكه أو بنكهة الشوكولاتة أو بنكهة الفانيليا فبالتالي الشباب خاصة في السن المبكر بيبع عنده نوع من الشغف أن هو يجرب هذا الجديد وبيستمتع بالرائحة بالإضافة إلى الاستمتع بمادة النكوتين وأثرها على المخ نعم طب من المعروف دكتور أن التدخين مضر في جميع أشكاله ولكن إذا تطرقنا للمرأة الحامل هل هي تعتبر ممكن أن تكون آمنة أم نفس خطورة السجائر العادية على المرأة الحامل؟ وفي البداية هي ممنوعة بالنسبة للحوامل السجائر العادية والإلكترونية وهنا أنا بحب أتوجه لبعض الحوامل بنصيحة مهمة جدا وهي أننا في مؤرساتنا الطبية بنجد بعض الحوامل يدخن دي مخاطره كثيرة جدا على الأم وعلى الجنين بالنسبة للأم فمخاطر الحامل للأم المدخنة أن معدل صابتها بنزيف ما قبل الولادة ونزيف ما بعض الولادة وما يعرف بتسمم الحامل أكبر بكثير من الحامل التي لا تدخل بالنسبة لأثرها على الجنين اللي هو أغلى ما تملك الأم أنه ممكن تتعرض الأم إلى الإجهاد المتكرر وقد يكون سبب الإجهاد المتكرر وعدم الإنجاب هو التدخين كل الفحوص الطبية تثبت أن الأم من الناحية الطبية والإلكترونية سليمة والأب سليم أيضا ولكن بيحدث إجهاد متكرر بسبب التدخين والسموم التي تحدثها الأم إذا كانت مدخنة أو الأب يكون مدخن والأم بتستنشط التدخين بصورة سلبية رقم اتنين بعد كده لو اكتمل الجنين بيبقى وزنه أقل نظرا لأنه بيعيش في بيئة تتعرض للسموم المختلفة فبينزل بعد الولادة وزنه أقل رقم ثلاثة بعد كده ممكن يحدث وفاة للجنين داخل الرحم وده خطورة على الأم وعلى الجنين أيضا بعد ذلك بعد أن يولد الجنين سواء كان صغير في الوزن أخطر شيء بعد كده بيتعرض له هو أمراض الجهاز التنفسي وهناك نسبة عالية جدا لحساسية الأطفال نتيجة تعرض الأم للتدخين إما أن تدخن أو للتدخين السلب أو بعد ذلك يتعرض هذا الوليد الجديد إلى الالتهابات المتكررة وخاصة الالتهابات الرؤوية التي قد تؤدي بحياة هذا الطفل وبالتالي هي نصيحة لكل الحوامل أن يبتعدنا تماما عن التدخين بعض السيدات ربما يستبدلن خلال فترة الحمل السجارة الإلكترونية عن السجارة العادية بحكم أنها ربما بعض يقولون أنها أخف ضررا لا تلغي الضرر وكما قلت في البداية لا ينصح بالسجارة سواء إلكترونية أو غيرها للحوامل إطلاقا نعم طيب دكتور بالنسبة للحامل وكما تفضلت أن الإلكترونية أو التدخين العادي يعتبر مضر للجنين طيب بعد الولادة أيضا وبعد الحمل الإقلاع عن التدخين العادي أو استخدام السجارة الإلكترونية أيضا يؤثر على الطفل أو المولود الجديد نعم حساسية الصدر لماذا ارتفعت بنسب عالية جدا في كل الدول تقريبا نظرا للاستعداد الوراسي للحساسية ونظرا لتلوس البيئة بالملوسات المختلفة وعلى رأسات التدخين وبالتالي إن أردنا أطفالا آمنين من الأمراض الصدرية فعلينا أن نوفر لهم معيشة في بيئة هواء نقية وبالتالي لا يقتصر على فترة الحمل فقط نأخذ مشاهدين هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد وأنا توقف الآن مع آراء شريحة من الجمهور حول السيجارة الإلكترونية نشاهد معا بصراحة يعاونوا بالقدر يعاونوا زيد معنا حتى مقل كما نقولوا مذرة وزيد كما نقولوا يأكل سجائر الأخرين ولكل حتى الصغار كي قلوا ولكل معنا سجيرة ذوكوا معنا كي يبدأ البوي يستعمل فيهم في الدار والكل حتى مقل مذرة للصغار والشارع والكل شيء وزيد حتى حاجة مي كبيرة معنا حتى صغير ما يتعلم مش مش كما بوه يخلي يشتر سيجاره الصغير يتكملوا وزيد حتى البو يعاونهم سراه ينظف البدن بالقدر بالقدر أحسن حاجة هذوكوا معنا واحد كان يكثروا منهم ويرخصوهم شوي خلي الناس كلها تولي تستعملوا يقدم عليها على خطر يراه كونها أقل زرر لكن شهرين تلازة استعمالها هي نفسها الحكاية المحسوبة فماش وما بلغة ما فهم تقاه يتعب في الطلوع عن طاعة الدروج وشي كذا تبقى ما معتاتش نتيجة يعني ما رقيتش برق بينه وبين السجارة العادية بل السجارة العادية فأما اللي أقل نيكوتين وكذا تنجم تشري أقل نيكوتين وأقل الزفت والواحد فهمني؟ ما يضروا في البدن معناها حتى ديجاك الجابونيين هم اللي عملوهم اللي السجارة الكرونية ديجا معناها فلسة الشركة متاع وعملوا بيها تقارير ومعناها وكما ما نشوفش حاجة كبيرة فيها السجارة الكرونية يعني أنا كنحب نعم العزيمة والنحية ما غير السجارة تذيك نجم نحية تنجم تكون عندها ذرر وتنجم تكون عندها منفعة وهي نور مول مول منفعة لكثارية وفهمها كل تقليد وفهمها احنا ذيك شنين من نجموش يعني منها معنىش فكرة انهم قلدين وانهم صحاح ونتوقف الآن مع تعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ينقلها الينا حسام يحيى صباح الخير حسام صباح الخير ميسون اذا سألنا وطرحنا على متابعين على فيسبوك وعلى تويتر سؤالا بخصوص السجارة الالكترونية وصلتنا العديد من المخاطر والعديد من الافكار والاراء حول هذا النوع من التدخين مصطفى خليل كتب على سبيل المثال على صفحتنا على فيسبوك وهم وتجارة رابحة لمروجيها وقد لا يترك الطب ضررها الا بعد عقود من الزمن اي حتى يكون ضحايا هذه التجارة بالملايين كما حصل للسجارة او للسجارة العادية كما كتب مصطفى في هذه التغريدة ايضا هاشم يقول ما شفت حدث تعملها الا رماها بعد شهر على الاكثر ورجع مرة اخرى للدخان واعتقد انها ضارة اكثر من اي نوع تبغى اخر من وجهة نظرها ايضا نسرين كتبت الناس اللي جربوها وجدوا فيها ضرر اكبر يا اخي ويا اختي اتركوا جميع انواع السجائر وخاصة النرجيلة من نسرين تنصح المدخنين ايضا ادهم يقول السجارة او السجارة الالكترونية وهم كبير حسين وهم وخداع من الشيطان السجارة الالكترونية تغريدة اخرى من خالد انا ارى انها اكثر ضررا لانها تعتبر نوع مختلف من الادمان للضعفاء الذين لا يستطيعون التوقف عن التدخين وكذلك تستقطب مدخنين جدد بحجة عدم ضررها فكثير من الصبيان والشباب غير المدخنين تهافتوا عليها واستخدموها وتعودوا عليها وبذلك زاد عدد المدخنين في النهاية من وجهة نظر خالد احمد ايضا يقول اعتقد على اي حال وهذا رأيي الشخصي وغير مستند على ابحاث علمية ان السجارة الالكترونية اقل ضررا وذلك لان البخار الداخل الى الجسد من المواد المصنعة لهذه السجارة مع مواد الطعم ضارة جدا لكن ليس كدخان السجائر الذي يحوي مئات المواد المسرطنة وكل شخص ثاني يدخن ويموت من امراض القلب او سرطان الرئتين ولذلك هو يرى ان هذه السجارة هي اقل ضررا من السجارة العادية ايضا غيث يقول تحدث ماء على الرئتين في حالة ضعف الرئتين وايضا على المدى البعيد والسجائر تحدث السرطان في الرئة فما الاضر برأيكم السجارة الالكترونية ام العادية يتساءل غيث سيد ايضا يقول الحمد لله ابتعدت عن التدخين من دون استعمال السجارة الالكترونية العزيمة هي كل شيء وليست السجارة الالكترونية على اي حال اذا نعود اليك ميسوم جديد شكرا لك حسام على هذه التعليقات وسناخذ رأي الدكتور في هذه التعليقات بعضهم اجمعوا على انها وهم وتجارة من الشركات المصنعة وبالتالي هي لها اضرار مثلها مثل السجائر العادية انا في البداية بحيي كل التعليقات لان كل واحد اللي هو وجه يتنظره وبياخذ الموضوع من زاوية مختلفة عن الاخر ولكن اللي بحب اكد عليه هو ان التدخين بكافة انواعي سواء كان تدخين عادي او الكترونية او ما الى ذلك حتى بعض اللزقات الكوتين ومواد الاستبدال لها ايضا اضرار جانبي فيش دواء في العالم ملوش ضرر جانبي وبالتالي درها مقايا خير من قنطار علاج احنا بنقول اذا كانت هتساعد الشخص اللي عنده عزيمة قوية انه هو يمتنع فاهلا وسهلا بأزيد الطريق اما اذا كانت هتؤدي الى مزيد من الادمان فبالتالي ضررها هيبقى زي السجائر العادي رقم اثنين بعد كده لابد ان تكون هناك حملات توعية على كل المستويات ابتداء من المستوى العالمي والمستوى الدولي ومستوى مهنة الطب ومستوى وسائل الاعلام ومستوى الافراد فعلى المستوى العالمي الى الان حتى اغسطس الماضي 2016 لم تعتمد منظمة الصحة العالمية السجارة الالكترونية كبديل للوسائل الاخرى للتوقف عن التدخين وبالتالي لم تعتبرها امنة نعم وانما اوصت فقط بان تكون وسيلة مساعدة واوصت ان تكون هناك دراسات واسعة المجال على مستوى العالم حتى تعتمد في النهاية انها وسيلة من وسائل التوقف عن التدخين هذا بالنسبة للدور العالمي لابد ان تتضافر كل جمعيات حقوق الانسان والدفاع عن الصحة والمحافظة على البيئة على مستوى العالم لكي نواجه هذا الخطر الداهم الذي يتسبب في وفاة ستة مليون كل سنة على مستوى العالم منهم ستمائة الف بيموتوا جراء التدخين السلمي اما على مستوى الدول لابد ان تتخذ الدول المتقدمة التي تريد الحفاظ على مواطنيها تشريعات صارمة في وقف التدخين او حتى في منع التدخين ولكن هناك توازنات في الامور السياسية وفي بعض الدول يعلمها الكثير ولكن الصحة والتعليم هما جناحي التنمية ثم ان كانت هناك تدخين في بعض الدول لابد ان يكون هناك حظر لمنع بيت التدخين منع بيت التدخين للمراهقين ومن فيهم سن صغيرة لابد ان تكتب اثار التدخين المدمرة على الصحة بشكل واضح جدا على علب السجائر المختلفة لابد ان تقوم برامج التوعية والاعلام بتحزير المواطنيين من اضرار التدخين المختلفة لابد ان تكون المناهج الدراسية محتوية على جزء لدراسة هذا الاثر على الانسان بجميع الاعمار وفي جميع المجالات المختلفة وبالتالي تكون اجهود متضافرة نعم نعم لابد ان تكون المهنة الطبية بدور رائد فهي حجر الزاوية في ذلك وانا اناشد كل طبيب من زملائي وكل من يعمل من هيئة التمريد والعملين والموظفين ان يكونهم القدوة اولا في منع التدخين وهذا يحدث بقوانين منع التدخين في المستشفى ثم بعد ذلك ان لا يفوت الطبيب فرصة الا وينصح المريض بالتوقف عن التدخين ومن المعلومات المثيرة والمدهشة ان وجدوا في دراسة من الدراسات ان دور هيئة التمريد سجل اعلى نسبة توقف عن التدخين مع المرضى اكثر من الاطباء نظرا لان هيئة التمريد بترتبط بالمريض اكثر في صورة التقامة وتكون قريبة له وتكون قريبة له ولكن ايضا دور الاطباء لا يقل اهمية ويساعد باكثر من 10% في التوقف عن التدخين ثم بعد ذلك هناك التجارب المتميزة المجتمعية بحيث ان ممكن المريض بيحتاج حد ان هو يدعمه بيحتاج حد ان هو يدي له نوع من الامل ان هو لا ييأس حتى لو فشل في محاولات التوقف لعدة مرات ان يكون الدعم الاسري نعم الدعم الاسري ودعم المخالطين ودعم الزملاء في مكان العمل مهم جدا انا احيانا اواجه بعض المرضى خاصة السيدات الذين يشتكون بصورة شديدة من انهن يتعرضن للتدخين السلبي في مكان العمل ولا يستطعن ان يأخذن حقهن في بعض الاماكن وفي بعض اماكن العمل بصورة قانونية مما يتعرضن لازمات صدرية او يتعرضن لنفس المخاطر وبالتالي لابد ان تنفذ هذه القوانين بصورة صارمة لابد ايضا بعد ذلك من العلاج الجماعي وان تكون في المستشفات الكبرى خاصة في المدن ما يعرف بعيادة الاقلاع عن التدخين ووجه نصيحة لكل مدخن ان يذهب الى مثل هذه الاماكن لكي يبحث عن النصيحة الطبية تؤدي له وتقدم له خدمات على اساس علمي وتساعده الى حد كبير ويساعد نفسه في البداية دكتور من المعروف ان الاطفال او المراهقين غالبا ما يمولون الى التقليد والمحاكاة الكبار ما خطر ادرار السجارة الالكترونية عندما يشاهدون اباءهم او امهاتهم يعني يدخنون هذه السجارة ويحاولون تقليدها طبعا ده امر بيسبب الادمان كما قلنا لان مادة حدوث الادمان النكوتين موجودة في السجارة الالكترونية عشان كده التوصية العالمية ان مش تحت 18 سنة يجوز استخدام السجارة الالكترونية يجب بعد ذلك ان نعطي القضوة لابنائنا واطفالنا اولا الابوين لا يدخن اطلاقا امام اولادك لا سجارة الالكترونية لا سجارة الالكترونية ولا غيره لان دايما الطفل بيتعلق بابيه وامه وبيحاول ان يحاكيه في كل الصفات والعداد ثم بعد ذلك هناك دور المدرسة كما يمنع التدخين منعا بطا في المستشفيات لا بد ان يمنع ايضا في المدارس وفي الجامعات وفي الدول الاوروبية ممنوع منعا بطا التدخين داخل اصوار الجامعات هناك اماكن خاصة للمدخنين ثم بعد ذلك وسائل الاعلام المختلفة التي ما زالت في بعض الدول تظهر المدخن على انه شخصية فزة شخصية متميزة في بعض الاعمال الدرامية يرتبط المواقف المؤثرة ترتبط المواقف المؤثرة بالتدخين وان الانسان حينما يتعرض لموقف من مواقف الضغوط النفسية يلقى الى التدخين وكثير من مردانة حينما نسأله لماذا تدخين يقول انها وسيلة من وسائل تقليل الضغوط الحياتية لابد ان تصحح هذه المفاهيم صورة النمطية في الاعلام التي تواجه على ان التدخين هو الذي يعني يفرغ همومه داخل السيجارة بعض الدول اتجهت دكتور او بعض الشركات ايضا الخاصة الى تخصيص اماكن ليست لائقة بالمدخنين يعني على الشخص الذي يريد ان يدخن ان يدخل الى هذه الغرفة الصغيرة او هذا المكان الغير جميل والغير مناسب لكي يشعر بان هذه السيجارة اقل قيمة من يعني من زملائه غير المدخنين نعم هو نوع من الضغط على الانسان حتى لا تتحول الى متعة وانما تتحول الى نوع من الضغط عليه ليه تخلص منها بعد ذلك اذا كان الانسان سيفني عمره وصحته في هذه العادة التي قد تحدث بعض الاستمتاع المؤقت ولكنها في النهاية لها ضريبة عالية لا بد ان يتوقف عنها نعم طب نريد منك دكتور نصائح سريعة عن السيجارة الالكترونية والتشديد على انها ليست بديلة عن السيجارة العادية اولا في البداية مبدأ منع التدخين لابد ان يترسق في نفوس كل مدخن هذا في البداية رقم اثنين لابد ان يكون عنده الحافز لان يتوقف وهذا الحافز بيختلف من انسان لانسان فهناك الحافز والوازع الديني وهو من اقوى الحوافز لان جميع الشرائط السماوية تعتبر التدخين من المحرمات رقم اثنين بعد كده هناك الحافز المالي فالتدخين ينفق به الانسان مبلغا عاليا من دخله حوالي 10% من دخل الاسرة بيدفع على التدخين رقم ثلاثة بعد كده هناك الدفع الصحي وخاصة اذا كان الشخص مصاب بامراض مزمنة كامراض الصدر او القلب او السكر او غير ذلك من الامراض التي يمنع فيها منعا بتن من التدخين رقم اربعة بعد كده لابد للانسان ان يبتعد دائما عن من يشجعه على التدخين وعن الاماكن التي تذكره بالتدخين وان يلتزم دائما بالرفقة الطيبة التي توجه اهتماماته لإهتمامات اخرى في بناء المجتمع في تنمية قدراته العقلية وقدراته الزهنية وابتكار اشياء جديدة نافعة له ولغيره وان يبتعد تماما عما يؤذيه وعما يؤذي الاخرين ثم بعد ذلك يطلب الدعم من الاخرين واولى الناس بالدعم هم اقرب الناس اليه والمحيطين الذين يعيشون معه والاصدقاء والزملاء كما قلت ثم يبدأ بعد ذلك في تحديد مواعيد معينة يتوقف في عن التدخين ويصرف انتباهه كلما كانت الرغبة ملحة الى اشياء اخرى نافعة ثم بعد ذلك يكرر المحاولة وهناك الكثير والملايين تنجح في محاولة التوقف بعد ذلك يستبدل او يستدعي اي محاولات ناجحة اخرى لابد الاخرين ان يشجعوه وان لا يطبطوه وبالتالي العزيمة والارادة هم اهم شيء لدى الانسان للاقلاع عن هذه العادة بالاضافة لنقطة همة وهي الرياضة ممارسة تساعد على الاقلاع عن التدخين الرياضة تساعد بدرجة كبيرة جدا التدخين العادي ام التدخين سجارة الالكترونية اي نوع من التدخين شكرا جزيلا دكتور وبهذا مشاهدين ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم من ساعة صباح نشكر ضيفنا الدكتور محمد الدسوي استاذ الامراض الصدرية بكلية الطب جامعة المنصورة بمصر كما نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة ونذكر بان كل التدخين ضار سواء السجار العادية او الالكترونية ففي كل شر نتمنى لكم صباحا جميلا ودوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة